توفي أمس الاثنين اتناشر فبراير الربان أحمد المصري قائد أو أحد الناس القيادات العملية التي أغرقت الحفار الحفار الإسرائيلي الذي كانت إسرائيل تنوي به جلبه للتنقيب عن البترول في أراضي المحتلة المصرية أنذاك فذهب مع مجموعة لتدميره وتوفي أمس صفحة من صفحات النضال والشرف للعسكرية المصرية التي نفخر بها رحمه الله وتقبله في الصالحين دلالة الحادث العملية من قبل والمقارنة بين الماضي والواقع هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حياني كثيرا ما نتحدث عن العسكر وحكم العسكر والناس تتصور أن موقفنا موقف عدائي هذا ما عدى الله ليس لنا موقف عدائي من المؤسسات العسكرية في بلادنا إذا قامت بدورها وهو الأصل فيه أو المنط به حماية حدود الوطن والانشغال به لكن الدخول في ملايس من عملها وإهمال ما هو أصل عملها يؤدي بالأمة إلى كوارث الجيش لما نزل للبيزنس والمال والسياسة اتهسمنا في سبعة وستة وخمسين عدوان ثلاثة طبعاً له لا تدخل أمريكا ثم سبعة وستين ثم يعني ما بعد تلاتة وسبعين بعد النصر أيضاً حينما جاءت التفاقات كان بديفيد وهذه الاتفاقات التي أخرجت الجيش عن يعني عمله الأساسي لا تحول الجيش من درع يحمي الوطن إلى يعني مخلب يغرز فيه جسد المواطن فطبعاً هذه هو اللي احنا ناخد لف فيه من القصص المشرف أو الأحداث المشرفة العسكرية المصرية التي نفخر بها في هذا الأمر ما يسمى عملية الحفار والمناسبة هو فات الربان المصري أحمد المصري بطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي في ميناء أبيتجان في مارس عام 1970 أنا بأنقل الخبر من موقع روسيا اليوم روسيا تودي الخبر بيقول جدير بالذكر أن الربان أحمد المصري هو أحد أبطال تفجير الحفار في ساحل العاج كما أنه من أبطال الدفع الأولى من الضفاضع البشرين المكونة من الملازم أول حسن الشراكي والملازم أول محمود سعد الذي توفي نهاية شارع أغسطس 2023 رحمهم الله جميعاً قصة كان الكاتب الراحل صالح مرسي وده كان مهتم دائماً بكتابة القصص من ملفات المخابرات المصرية زي رأفة الهجان زي الثعلب زي سقود سبير سابع وإلى آخر هذه القصص اللي كان معني بيها صالح مرسي اللي كان ضبط مخابرات أصلاً لكن له فيه الكتابة وكان الكاتب الراحل صالح مرسي قد وثق في كتاب الحفار تفاصيل عملية تدمير المعدات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى السويس لاستخراج النفط لصالح إسرائيل وتعتبر عملية الحفار أو عملية الحق إحدى العمليات الناجحة للقوات البحرية المصرية حيث نجح المصريون في تفجير حفار بترول كينتنج الذي اشترطه إسرائيل لكي تنقب به عن البترول في خليج السويس إنه ده كان في نهاية 69 وأرادت بذلك البحرية أو الكائن الصهيوني يحقق نصر اقتصادي وعسكري وسياسي بأنه إذا نقب عن البترول اللي كان محتاج للبترول لأنه البترول حوالي بلاد عربية ولذلك ثم بعد ذلك في أحداث 73 استخدم سلاح البترول ضد الكائن الصهيوني وده كان من عوامل نجاح يعني حرب 73 أكتوبر 73 أو رمضان 1393 هجرية وكان مقصود بها نجاح عسكري إنه تكون ضربة استباقية ونجاح اقتصادي بتوفير البترول لأنه الكائن الصهيوني بيعاني منذ القدم من المصادر الطاقة عملية طبعا ناجحة وموفقة وتدل على صفحة من صفحات الفخار والشرف واشرف أي واحد شارك في هذه العملية وافخر أبناؤه وأحفاده إلى يعني عاشر الأحفاد أن لهم جد قام بمثل هذا العمل هذه صفحة شرف وفخار ونضال وعمليات أخرى إيلات أو غيره لأم الرشراش المصرية بالأساس طبعا البعض يقول لك وانت بتسدق الحواديد دي آه لا أصدق لماذا لا أصدق يعني في النهاية نعلم أن عقيدة العسكريين أحيانا تتغنى من قيادة لقيادة لكن كان في هذه الآونة معروف أن يتخذ العدو الصيني كعدو محتل فهو عدو وأصدق أن فعلا أي إنسان صاحب عقيدة في أن يحرر وطنه ويسعى ويعمل ينتصر حتى لو كان ضعيفا حتى لو أدواته بسيطة ينتصر مخابراتي ينتصر عسكريا ليس هذا موضع خلاف أبدا مع قدرات الجيش المصري ولا المخابرات المصرية العسكرية أبدا الخلاف أني تتحول هذه الطاقات من هذا العطاء والعمل ضد هذا العدو إلى تعاون وإلى ما لم يكن يتمنى هذا العدو يعني عملية الحفار عشان منع تنقيب الكيان الصيوني عن البترول في أرضنا تمام بعدين صدرنا الغاز له بسعر رخيص واشترنا بسعر غالي ده اللي بنرفضه ده اللي احنا نقباه يعني اللي مقدرش ياخده بالسلاح والحرب والعداوة لا بياخده بزيادة وسرقة بدعوة السلام هو ده اللي احنا رفضينه هذا ما نرفضه احنا ليه بنتكلم عن الأبطال الشرفاء اللي زي أحمد المصري وغيره لأن دول اللي فعلا كانوا بيقوم بمهمة الجيش المصري الحقيقية اللي مطلوبة ورفضين عسكر تانيين لا حوالوا الوظيفة من ده إلى قائد خط الجنبري قائد خط الفراولة والبتنجان والكنتالوب لا هذا هذه إهانة للجيش لا نرضاها ولا نحبها فالذي يهين الجيش هنا ليس من يتكلم ويرفض أداء العسكرية المصرية تتحول من الأداء الانتاج الحربي وكذا إلى الانتاج المهزئة هذا لا يليق بها ولا نقبل ولا نرضاه ولا يوجد عسكرية في العالم تحترم العسكرية تقوم بهذا الفعل لأن الناس متصورة بالعكس لا وإلا لماذا نفخر بهؤلاء نفخر بعبد العاطي يعني صائد الدبابات ونفخر بفلان وفلان وفلان لماذا الناس إلى الآن تحب الأفلام اللي عصير تتكلم عن حرب أكتوبر فلا يزعم أحد في إن الشعب في هذه الحالة لا أصلي ده أعداء الجيش لا ما فيش حاجة اسمه أعداء جيش أعداء الجيش أنت أنت عدو الجيش الذي يتحول بالجيش المصري عن هدفه الحقيقي وتأسيسه الحقيقي ودوره الحقيقي هو ده أعدوه ده اللي بيدمره مش الذي يريد للجيش أن يكون عزيزا كريما يفتخر به أنا عايزين جيش نفتخر به إذا أنت النهاردة عملت عملية استباقية لأن أرادت أن هي تستفيد بمترول في أرضك طب لم نجد منك تحركا في النيل أو قلش تحرك عسكري حتى تحرك سياسي عدل لا لم يحدث لم نرى منك تحركا في تصدير الغاز للكانة الصهيونة كل تحركك أنك دمرت رفح وفضت رفح للكانة الصهيونة وأقمت سدود جدارا عازلا بينك ومن إخوانك الفلسطينيين هذا ما نستنكره فرحم الله ربان أحمد المصري وإخوانه ورضي عنهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وشفيعا لهم عند ربهم سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل العزة والمنعة للجيش المصري أن يكون جيشا مصريا بحق ينصر الحق ويدافع عن الحدود ويحمي الوطن ويحمي أبناء وطنه وعروبته ولا يكون مخلبا في جسد هذا الوطن أو المواطن اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 هكذا